موسيقى رغم انه وصل 70 سنة ما زال متقاعد كيحاول رجع عشرة ديال ملاير قال على انه فاز بها في سنوات تسعينيات بعد مشارك في ريهال للخيل لتنظم فرنسا وحسب جردة الصباح صدر اليوم فهد شخص ترق باب القضاء وتواصل مع جهات عليا عبر مراسلات دائمة لتشك فيها من موظفين بوزارة الفلاحة والجيش بسطو على المبلغ دياله كامل بطرق ملتوية بمجرد تحويلها الى المغرب تفاصيل القضية تعود الى سنة 1991 عندما كان المشتكي كيبلغ من العمر 40 سنة فقرر المشاركة في ريهان مدني لتشجيع الفرس بفرنسا ومن بعدها اختار الارقام دياله بعناية وسدد التمن بوكالة تابعة للريهان بالدار البيضاء وفي اليوم الموالي كانت المفاجأة بحيث فاز بمبلغ مالي القيمة دياله 10 ديال ملايير سنتيم وبحكم عدم المعرفة دياله بطريقة تحصيل ارباح من منظمين ريهان الفرنسيين حاول انه يستعن بصديق ليه موظف بوزارة الفلاحة فسلموا نسخة شمسية من الارقام الفائزة وانا داك بدموا سلسل معاناة المتواصل الى اليوم والمتدرر اكد على ان اول طعنة تعرض لها كانت هي تغيير ارقام رابحة من قبل مسؤولة عسكرية سابقة بتواطئ مع صديقه الموظف بوزارة الفلاحة حسب شكيته بحيث تم تمويه على ان الارقام اللي عنده غير معنية بالجائزة وبعد فترة اكتشف ان امواله كاملة تم تحويلها من فرنسا الى المغرب واكتشف على انه تم استغلاله الضحية بقاك يحاول باش يرجع الاموال دياله دون توفره على دليل مقنع الى حدود سنة 2003 مني تطوع زميل ليه بالبحث في ارشيف وزارة الفلاحة فحصل على وثيقة كتأكد لان ارقامه هي الفائزة بعشرة ملايير لان المشتكة بهم استولاوا عليه بتواطئ مع جهات معينة وعلى ان الاموال دياله تم استثمارها في البورصة وكيستفدوا من ارباحها وفوائدها الى اليوم ومن بعدها قصد الضحية مسؤولي البورصة لاستعادة امواله فكان الجواب هو الرفض الغياب اي دليل كيأكد صحة كلامه فتقدم بشكاية امام وكيل ملك بالمحكمة الزجرية بالدالبيضاء فتح بحت فيها من قبل شرطة القضائية ليتقرر في الاخير حفظها ولما حاولت تقديم دعوة اخرى تم رفضها بسبب تقادم